حماس حركة حماس والمقاومة كلها هل ما كانتش فهمة ان رد الفعل هيكون عنيف بالشكل ده ده رقم واحد رقم اتنين ايه الفرق ما بين جنود او الناس بتوع حماس اللي شغالة على الارض ايه الفرق بينه وبين القادة بتاعته لا الفرق كبير جدا ان قادة حماس مش موجودين على الارض قادة العمليات العسكرية او قادة الفصائل العسكرية او قادة الكتائب العسكرية هما اللي موجودين على الارض انما قادة حماس نفسهم مش موجودين في حماس يا موجودين في غزة يا موجودين في قطر يا موجودين في تركيا يا موجودين في اي دولة تانية من الدول ردود افعالهم القادة انا شايفها لا تتناسب والحراك اللي حصل على الارض من المقاتلين المقاتلين تخطوا بكثير مواقف القادة بتاعتهم او ان القادة بتوحهم ما كانوش متخيلين النتائج اللي تحققت من العملية دي او ان العملية فاقت ما كان مخطط لي او ان سهولة الدخول الى محيط غزة بهذا القدر من اليسر خلى المقاتلين الكتائب الفلسطينية المقاومة على رقصة حركة حماس يقدروا يشتغلوا بحرية على الارض بحيث ان هما يعظموا من الخسائر الاسرائيلية ويعظموا مكاسبهم هما على الارض الاحساس بالقضية كبير جدا عند المقاتلين دول جوا مزبوط الاحساس بالارض كبير جدا عندهم وده الفرق بين كل واحد لي طار وده فرق بين اللي مخيم على الارض واللي برا اللي مخيم على الارض ويشعر بقضيته ويناضل من اجل قضيته موقفه يختلف تماما عن حد بيتاجر بشعرات في لحظة من اللحظات تجاه هذه القضية كلما تشتعل يعني احنا ما بنشوفش اي نوع من انواع التفاعل مع القضية الفلسطينية من قبل القادة الا لحظة الاشتباك الكبيرة الحروب الاربعة اللي فاتت والحرب اللي احنا فيها دي باقي الاوقات القادة دول بيكونوا احد عوائق توحيد الفصائل الفلسطينية وده امر مهم جدا منذ تأسيس حماس حتى هذه اللحظة الفلسطينيين ما بيتوحدوش ما بيتوحدوش وده علامة استخدام كبيرة متى تأسست حماس وايه الهدف وراء تأسيسها ومين اللي شكل حماس ومين اللي دعم حماس دي سردية من السرديات اللي بتتقال واللي البعض بيحاول يقلل من قيمتها ان هذا الكلام غير حقيقي ده فصيل من فصائل المقاومة ظهر في لحظة معتاريخية معينة لقيا قود النضال تجاه المحتل الاسرائيل دون مراعاة لاستكمال باقي الزاوية باقي الزاوية بيقول انه منذ هذه اللحظة التي تأسست فيها حماس ساهمت في اضعاف الانتماء للقضية الام بقى الامر يتعلق بغزة ما بيتعلقش بالقضية الفلسطينية ككل علشان كده لما بتيجي تشوفي موقف زي موقف الدولة المصرية بتقدري تشوفي الفصل الكامل ان الدولة المصرية دايما بتربط النزاع حول غزة بالقضية الفلسطينية نفسها دايما بتربط النزاع حول غزة بفكرة التطرف والمسؤول عن اسجاء هذا التطرف في الاقليم انك بتلقي اللوم على الممارسات الاسرائيلية على الارض انها تقدم المبرر لزهور هذه التنظيمات المتطرفة بس ما تقدريش تنفي ان هي على الارض حماس فصيل مقاوم موجود دولتنا بتتعامل معاه ومن ثم احنا قادرين نتعامل معك كفصيل من الفصائل الفلسطينية لكن يظل السؤال هل حماس بكل ما خضته من عمليات اشتباك مع الطرف الاسرائيلي او مع دولة الاحتلال هل سهلت من ادوات حل القضية ولا عقدتها هل حماس ساعدت على توحيد الفصائل اللي الدولة المصرية معنية به جدا هذا الهدف خلي بالحرارك ان في اقصى لحظات ضعف الدولة المصرية في الفترة من 2011 ل2013 لم تنقطع جهود الدولة المصرية ولا الاجهزة الامنية ولا الاجهزة المعلوماتية المسؤولة عن ادارة الملف عن هذا الملف بالتحديد ملف الفصائل الفلسطينية وحتمية ان احنا نتوصل الى توحيد الفصائل الفلسطينية احنا قضيتنا الرئيسية لغاية شهرين ثلاثة فاتوا بنعمل مؤتمرات كتير للفصائل الفلسطينية بنحاول ان نوحدها علشان نقدر نعط بهم على طولة المفاوضات واللي كانت مهمة شهر مستحيلة على مدار السنوات السبب فيها ان كل ما بتحاولي تقربي كل ما حماس بتعمل اشكالية يعني تجهد كل هدي المحاولات